الامر بالضبط ممكن تحدثنا على مبادرات جمعية البركة احنا بالنسبة لنا نشتغل على صعيدين نشتغل على صعيد فلسطين لأن فلسطين الآن ليس لها إلا الله ثم هذا الشعب العظيم الشعب الجزائر هم قالوا هنذا ما عنديش نزيد أنا راني خمسين قافلة اللي درتها الغزة كل مرة نسمع هذا الهدف قالنا ربي في السماء ثم شعب الجزائر عنا الصعيد تع فلسطين لأن فلسطين هذا وما عندهمش دولة ما عندهمش وتخلوا عليهم الناس كل تخلوا عليهم البعيد والقاريب وحصار دام 14 سنة وكذا يعني الوضعية كريدة وعنا الجزائر نحن هذه سافينة واحدة بالنسبة لنا الجزائر وفلسطين سافينة واحدة تمشي مع بعضهم بعض كي يتألموا هما نتألموا إحنا وهم أصلا كي تتألم الجزائر يتألموا هما يعني هذه بتعرفوا مليح العلاقة اللي ما بين الجزائر وفلسطين ماش محتاجة شرح للناس لأن الناس عبرت عليها عبر الزمن احنا اتضامنا مع فلسطين وحنا تحت الاستعمار الفرنسي وقصة الشيخ البشير الإبراهيمي وجبع المساعدة في 1947 الفلسطين معروفة شراء السلاح ودعم المقاومة وحنا تحت الاستعمار اللي قادها سي محمد فوضي الورثيلاني رحمة الله عليه وحادثة 73 تعب ومدينة مع الروس يعني احنا ما نحن محتاجين واحد يدرسنا في هذه المسألة هذا الظرف اليوم احنا درنا عشر ألف قفة درنا جينا دخلين في خلال الأسبوع درنا عشر ألف قفة قلنا تتوزع في القدس وفي الغزة وفي الجزائر كيميا كل الإنسان اللي في القدس في الجزائر وكل هنا حتى أنك الجزائر يحسروا حب يحسروا حب اللي وصل إلى خلق هو من أعظم شوف كان خلق هذا ربي أكرم به محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطال حتى أمة سبقاته ما أعطال حتى نبي ولا حتى رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو الإذار هذا أكبر قيمة خلقية أنزلت الأرض وهذا قمة الإيمان وقمة التقوى أنك أنت تؤثر عن نفسك ونت بخصص حنا اليوم الجزائر رحمة تبقوا في هذا الخلق